وانا معك على الهواء مباشرة يمكن حوار كان مهم جدا مع كابتن احمد ايوب لكن في هذه اللحظات بينضم لي كابتن ميدو جابر نجم فريق النادي الاهلي كابتن ميدو برحب بيك على الهواء مباشرة ومعي على الهواء مباشرة زميل ايهاب الخطيب من القاهرة حبيبي اولا بسم الله الرحيم طبعا لاشترف انكم موجود طبعا عقارة الاهلي مع كابتن ايهاب الخطيب حبيبي انت عملي ايه والاغوار حبيبي وانشا نقول شرفنا بي طيب مباراة الفجيرة مباراة ودية ماردونا بيقود الفريق هنا في الدور الإماراتي لكن عايز أعرف بقى يعني كلاعيف في النادي الأهلي شايف هذه المناسبات المهمة جدا للنادي الأهلي وقمت مباراة هما في المنطقة الخارجة العربي وشفتنا تجربة الأهلي لما سافر السعودية وتجربة أخرى هناك في الإمارات مع النادي الفجيرة طبعا كابتن ماردونا طبعا المتش طبعا ماتش كبر جدا والنادي أهلي ليهو موجود طبعا في أي مكان تعالى بيبقى حدث مهم وبيبقى حدث كبير للمكان اللي موجود في النادر أهلي وإحنا طبعاً تعلمنا بنقال إن احنا في أي مكان بنروح وبنلعب على المكسب أي أن كان الماتش إيهو بطولة ماتش وودي أي حاجة الماتش غازي بنلعب على المكسب وإن شاء الله ربناك كبنا بإذن لو نظهر بشكل كويس وإليك بالكورة المصرية وكورة المواطية إن شاء الله والحدث يبقى كبير إن شاء الله عايز عرب بتاخدوا الماتشات دي إزاي؟ هل احتفالية ووديية ولا بتحاول تلعب وتقدي بشكل جيد عشان بتبقى استفادة لمباراة القادمة؟ أنا زي ما قلت لحضرتك إحنا منلعب في النادر أهلي أي ماتش بنلعب وإذا كان ودي ماتش راسمي لأحنا بنقدي وبنقدي لازم نقدي بشكل كويس ونبذل أكثر قدلين عشان برضو نسعى الجمهورنا والماتش يطلع يليك بالنادر أهلي طبعاً والنادر الفجيرة طبعاً إن شاء الله والماتش يعني يظهر بشكل كويس بإذن الله ونقدي لعلينا بإذن الله ونرجع بالمكسب إن شاء الله يعني بإذن الله ميدو جابير على المستوى الشخصي راضي عن المشهد أو الظهور لك مع الأهل في المسم الأول رغم من الحمد لله الحقق تأول بطولة دورة مع الفريق هذا المسم كمان لا الحمد لله أنا المسم اللي فات أنا لعبت فترة كبيرة في بعض المواتشات يعني إيه برضو الإنسان بيتعلم يعني أنا ممكن الحمد لله أنت بقى فترة كبيرة كويس فترة كبيرة وإنباعها غبي midnight أنا مثلاً مش فاي لكن الحياء خبروات لازم تحوج خبروات لازم تفهم إن إنت في نادي كبير إن تفهم إن إنت أي فرصة يجي لازم Ilins and my arm فالحمد لله الأنroduي بدأنا إن إن شاء الله نركز بإذن الله إن شاء الله الفرصة إن شاء الله أجي لي بإذن الله مش هسب هكها إن شاء الله بإذن الله من اللعبة لو ممكن تكون سيئة الحظر ظروف ما بتحصل معك في المباريات أم لا شايف إن أنت وقت مع الوقت الغ بتكتسب مش عقول خبرات بس بتكتسب السيستم بتاع الاهل وطريقة ادايا الاهل وجماهرية الاهل وكل الامور ديات لا والله ولا انا زي ما قلتلك والحمد لله السنة دي انا ما لعبتش كتير بس بحاول في فترات النابل عفانة نظهر بشكل كويس ان انا الناس تشوف ميلو بشكل كويس طبعا ان انا ارض الجهاز الفني وارض النفس انا كأداي واشتغل مع التيم ان احنا لازم نظهر بشكل جماعي والحمد لله احنا الفترة اللي فات ماشيين كويس وان شاء الله نكمل بإذن الله وان شاء الله احنا خدنا بطولة الدور الحمد لله حصدناها ان شاء الله الهديئة كبيرة كل جمهور اللي هن شاء الله بطولة افريكا بإذن الله الفترة اللي جاية ان شاء الله وصعبه ومجاله مع الترجي طبعا الترجج طبعا فريق كبير وقابلنا المسلم اللي فات طبعا والمباراتين كانوا مباراتين من أصعب منكم بس اشكرك ياميد و belaka التوفيق واللي جاي أفضل و أفضل بإذن الله أنا أشكرك يا ميدو بكم لك التوفيق واللي جاي أفضل وأفضل بإذن الله ربنا أخليك شكرا زميل يهاب الخطيب وإحنا على هواء مباشرة من داخل فمدق إقامة فريق النادي الأهلي يعني قد الإمكان أن نلك الأحداث بالأخبار كل صوت وصورة هنا من إمارة الفجيرة استعداد لهذه المباراة الهامة لتقرر إقامتها إن شاء الله بعد غد على ملعب نادي الفجيرة في تمام الساعة الخامسة وعشرين دقيقة بتوقيت الإمارات السالسة وعشرين دقيقة عصرا بتوقيت القاهرة إليك الكلمة